السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين في كل مكان معكم أحمد مجدي وأخبار مهمة جدا تخص الكطبين الأهل والزمالك أبرز العنوين في هذه الأخبار يلا بينا مصير فتوح وتراجعه المفاجئ من أجل التجديد للزمالك والفيفا تنصف كهرباء على الزمالك عودة المعارين في يناير أم لا أحمد فتوح يقصته مع نادي الزمالك أحمد فتوح أقول لكم بقى أنا كمحايد الوضع اللي أنا شايفه حاليا أن أحمد فتوح ندم على ما فعله في حق الزمالك ومن تمرض ومن عدم الالتزام وطبعا كان فاكر أن اللي بيعمله ده يخلي الأهل يجيبه ولكن الأهل يخلع عيده من الموضوع بعد ما شاء في الأزمة اللي كان حصلت في الفترة الماضية ما بين الزمالك وفتوح وأيضا نادي برمد زي طلع وقال إحنا مش تخلين أساسا في صفقة اللاعب أحمد فتوح ونادي الزد اللي كان ممكن يجيبه انسحب من الصفقة كده ما فيش أي عروض جدة لللاعب أحمد فتوح في يناير اللاعب أحمد فتوح في جلسة حصلت ما بينه وما بين إدارة نادي الزمالك عشان يبتدوا يجددوا يعقدوا مع الزمالك النادي تفاجأ بأن اللاعب نزل بشكل كبير في شروطه المالية وما عندوش مشتاكله أن يجدد بشروط النادي واللاعب أحمد فتوح يعني بيقول للزمالك دي بعنا الكلمة كده نفيش قدام غيركو يعني إيه احتووني زي ما بيقوله طيب ده بالنسبة لقصة فتوح وقد نسمع خلال أيام توقيع فتوح للزمالك على عقود التجديد الفيفا تنصف كهرباء على الزمالك في الوقت الحالي رغم أن الفيفا حكم على كهرباء بـ 2 مليون زاد الـ 5% فوائد من ساعة 2019 وأن كهرباء لسه مدفعش ولكن بتنصفها الزمالك في الوقت الحالي أن القضية بتنام زي ما بيقولوا كده وقضية كهرباء نامت يعني هتنام لها بتاع شهرين كده لغاية شهر ثلاثة القادم عشان الفيفا اعلنت الجلسات بتاعتها تمام لغاية شهر ثلاثة في خلال الشهرين دول ما فيش ولا جلسة تخص اللاعب محمول كهرباء أو نادي الزمالك فكده قضية كهرباء نامت ويبعت نوم طيب الخبر اللي جاي عن اللاعب أحمد فتوح ومصيره من التجديد وتطورات مصيره موقف المعارين من العودة للزمالك اللاعب حمدي علاء وحسام فيصل وحسام أشرف التلاتة الشباب اللاعب حسام أشرف لعب بلدية المحلة مهاجم بلدية المحلة المعار من نادي الزمالك اللاعب لعب تمام مباراة مستويات سجل ست أهداف ومستوى يعني أصبح مكينة أهداف تمام مع نادي بلدية المحلة تمام اللاعب أسامة فيصل لاعب فريق البنك الأهلي أيضا المعار من نادي الزمالك بيد مستويات جيدة جدا حينما يكون حاضرا في الملعب وبالنسبة لللاعب حمد علاء لاعب مميز في مركزه بيلعب مع نادي سموحه بيلعب في خط الوسط ونال الزمالك حطيتهم تحت المنظار عشان تحسبوا أن يعودوا للزمالك في يناير لو تم فتح القيد إن شاء الله هنتكلم عن أخبار النادي الأهلي ومن جانب القناة بحب أبارك للنادي الأهلي ومجلس ادارته بالفوث بالمديلية البرونزية في كاس العالم ومن نجاح لنجاح بإذن الله هنتكلم عن موضوع أخبار النادي الأهلي وخبر مهم جدا عن بديل فتوح في الأهلي يلا بينا اللاعب أحمد فتوح زي ما قلت لكم في بداية الحلقة إن خلاص مش هينفع ييجي الأهلي الأهلي بيصبط بديله وهو أيضا اللي كان الزمالك ناوي عليه اللي كان الزمالك ممكن يجيبه وكان يعني بدأ بالفهل في المفاوضات وهو اللاعب محمد شوكري اللاعب نادسي سراميكا كلبطرة اتفق مع اللاعب محمد شوكري الأهلي عشان خطر يرجع الفريق في يناير تمام يبدأ الأهل اتفق مع محمد شوكري عشان يستعيده في يناير ويقطع مفاوضاته مع نادي الزمالك ولكن لسه محدش يعني لسه نفيش حاجة من دي حصلت سواء قطع مفاوض اتفق مع الزمالك او خلاص يعني أنا هاتفق مع النادي الأهلي لكن مجرد كلام هنشوف خلال الأيام القليلة القادمة اللي ممكن يحصل هل ممكن يرجع ولا ممكن أساسا يوقع للزمالك الله يعلم كله بإذن الله يحصل في خلال الأيام لأنه خلاص متقالات يناير على الأبواب مصير انتقال لرمضان الصبح للزمالك في يناير اللاعب رمضان الصبحي هيبتلي الناس تتفتي وتقول لك رمضان ممكن يجي الزمالك في يناير هيوقع ومش هادف ايه لا لا فيش أي مفاوضات أثاثا مع اللاعب ولا مع بيراملز عشان خاطر الزمالك يتعاقد مع رمضان الصبح في يناير لأن في أزمة مالية في الزمالك وانتو أكيد طبعا عارفين ومجدس فاسي اللبي بيسعى لحل الأزمة بتاعة المستحقات اللي بتاعة سبورتنج رشبونة وتشينبونج وسامسون ونضاي وكده ماشي فلسه تمام يعني نفيش أي إمكانيات تؤهد الزمالك للتعاقد مع اللاعب رمضان الصبح تمام ده كان موضوع اللاعب من رمضان الصبح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر